أوديو بوكس آرابيك شارك الفكر والواقع أن لديك ما تخافه من الأصدقاء أكثر من الأعداء فإن لم يكن لديك أعداء فأوجد طريقة لكسب أعداء انتهاك القانون في منتصف القرن التاسع للميلاد اعتلى عرش الامبراطورية البيزنطية شاب يدعى ميكايل الثالث وكانت أمه الامبراطورة تيذورا قد نفيت إلى دير للرهبات أما عشيقها تيوكر يتوس فقد اوتيل وكان على رأس المؤامرة لإزاحة تيذورا عن عرشها وتنصيب ميكايل بدلا منها عم ميكايل المدعو بارداس وهو رجل ذو ذكاء وطموح وكان ميكايل حاكما شابا بلا خبرة محاطا بالمتآمرين والقتل والمتهتكين المسرفين وفي وقت الخطر الحرج كان ميكايل بحاجة إلى شخص يثق به كمستشار له فاتجهت أفكاره إلى باسيليوس أعزي أصدقائه ولم يكن لباسيليوس هذا أي خبرة في شؤون الحكم والسياسة والواقع أنه كان رئيس الإستبلات الملكية غير أنه كان قد أثبت حبه وعرفانه مرة بعد أخرى كان الاثنان قد التقيا قبل ذلك ببضع سنين عندما كان مايكل في زيارة إلى الإستبلات بعد أن أفلت منه حصان متوحش وكان باسيليوس سائس الخيل الشاب المتحدر من سلالة فلاحين مقدونية قد أنقذ حياة ميكايل الذي أعجبته قوة هذا السائس وشجاعته فرفعه في الحال من وظيفته المغمورة كمروض للخيل إلى منصب رئيس الإستبلات وأثقل كاهل صديقه الجديد بالهدايا وأنواع الحظوة حتى صارا لسيقين لا يفترقان وتم إرسال باسيليوس إلى أحسن مدارس بيزنطة وتحول الفلاح الخشن إلى رجل من الحاشية مثقف ومسقول وعندما صار ميكايل إمبراطورا احتاج إلى شخص ذي ولاء له فمن ذا الذي يمكن أن يكون أفضل من ذلك الشاب الذي كان مدينا للإمبراطور بكل شيء في منصب الحاجب الخاص وكبير المستشارين كان من الممكن تدريب باسيليوس على هذه الوظيفة وكان ميكايل يحبه كأنه أخ له فاختار ميكايل صديقه هذا متجاهلا نصيحة الذين زكوا له بارداس الذي كان أكفأ منه بكثير وتعلم باسيليوس جيدا وسرعان ما أصبح مستشارا ينصح الإمبراطور في كل قضايا الدولة وكانت مشكلته الوحيدة هي المال فلم يكن باسيليوس يقنع أو يكتفي إذ أن تعرضه لبدخ البلاط الإمبراطوري قد جعله جشعا متعاطشا لطاوصيات الصنطة فضعف ميكايل راتبه ثم أوصله إلى ثلاثة أضعاف الأصل ورفعه إلى مرتبة النبلاء وزوجه من عشقته الخاصة يدوكيسيا إنجرينا وقد كان ميكايل يشعر أن إرضاء مثل هذا الصديق والمستشار الموثوق شيء يعادل أي ثمن غير أن المزيد من المتاعب كان يتربص به ذلك أن بارداس كان قد صار قائدا للجيش فقام باسيليوس بإقناع ميكايل بأن ذلك الرجل كان شديد الطموح إلى حد ميئوس منه إصلاحه كان بارداس قد تأمر لوضع ابن أخيه على العرش متوهما بأنه سيتمكن من السيطرة على ميكايل وبإمكانه أن يتآمر كرة أخرى للتخلص من ميكايل وتتويج نفسه بدلا منه وهكذا ظل باسيليوس ينفث السم في أذن ميكايل حتى وافق الإمبراطور على تدبير اغتيال عمه وأثناء سباق كبير للخيل اندس باسيليوس وسط الجموع الحاشدة حتى اقترب من بارداس وطعانه فأرداه قتيلا وبعد ذلك بوقت قصير طلب باسيليوس أن يحل محل بارداس على رأس الجيش حيث يمكنه أن يسيطر على المملكة ويقمع أي تمرد فعطاه الإمبراطور ما سأل وهكذا تعظمت سلطة باسيليوس وأمواله وعندما وقع ميكايل في ضائقة مالية بعد ذلك بسنوات قلائل نتيجة لتبذيره وإسرافه طلب من باسيليوس أن يسدد بعض المال الذي كان قد اقترضه على امتداد السنين ولكن ميكايل أصيب بصدمة وذهول عندما رفض باسيليوس ورمق إمبراطوره بنظرة شزراء فيها من الاستقلال ما جعل ميكايل يشعر فجأة بالمأزق الذي تورط فيه فصبي الإستبل السابق صار لديه مال وحلفاء في الجيش وفي مجلس الشيوخ وبالتالي سلطة أكثر مما لدى الإمبراطور نفسه وبعد بضعة أسابيع وذات ليلة أفرط ميكايل في الشراب ثم أفاق ليجد نفسه محاطا بالجنود وقد وقف باسيليوس يتفرج بين مراح الجنود يطعنون الإمبراطور حتى أخمدوا أنفاسه وبعد أن نصب نفسه إمبراطورا أركب حصانه ليتبختر عبر شوارع بيزنطة وقد رفع رأس ولي نعمته السابق وأفضل أصدقائه على رأس رمح طويل التفسير لقد رهن ميكايل ثالث مستقبله على الشعور بالعرفان الذي ظل أن باسيليوس لابد وأن يحسن به تجاهه فلم يشك في أن باسيليوس سيكون أفضل ما يختمه فقد كان مدينا للإمبراطور بثروته وبثقافته وبمنصبه وبعد ذلك عندما صار باسيليوس في الصمتة كان ميكايل يرى أن السياسة الفضلة هي إعطاؤه كل ما يحتاج إليه مما يعزز الروابط بين الرجلين ولم يدرك الإمبراطور غلطته القاتلة إلا في ذلك اليوم المصري الذي رأى فيه الابتسامة الوقحة على وجه باسيليوس لقد خلق وحشا وسمح لرجل بأن يرى السلطة عن قرب وعندئذ تعطش ذلك الرجل إلى المزيد وحصل على كل ما سأل وشعر بأنهم عرقل بالصدقة التي يتلقاها ففعل ببساطة ما يفعله كثيرون في مثل هذا الوضع إنهم ينسون المعروف الذي تلقوه ويتصورون أنهم حققوا نجاحهم بمزاياهم الذاتية وفي لحظة إذراك ميكايل كان ما يزال قادرا على إنقاذ حياته غير أن الصداقة والمحبة تعميان كل رجل عن مصالحه فلا أحد يصدق أن الصديق قد يخون وقد استمر ميكايل في عدم التصديق حتى اليوم الذي انتهى فيه رأسه إلى قناة رمح اللهم احفظني من أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم فوتير 1994-1778 مراعاة القانون بعد مضي عدة قرون من سقوط سلالة هان في سنة 222 ميلادي راح التاريخ الصيني يسير على النمط نفسه من الإنقلابات العنيفة والدامية واحدا تلو الآخر فأخذ رجال الجيش يتأمرون لقتل كل إمبراطور ضعيف ثم يضعون بدلا منه على عرش التنين جنرالا قويا فيدشن ذلك الجنرال سلالة جديدة ويتوج نفسه إمبراطورا ولكي يضمن باقاءه كان يقتل زملائه الجنرالات عن بكرة أبيهم وبعد بضع سنين يستأنف النمط من جديد فيبرز جنرالات جديدة فيغتالونه أو يغتاله أبنائه بدورهم وكان منصب إمبراطور الصين يشعر صاحبه بالوحدة المحشة إذ يحاط بقطيعا من الأعداء المتربصين فكان هذا أضعف المناصب في المملكة وأقلها أمنا وفي سنة تسعمائة وتسع وخمسين ميلادي صار الجنرال تشاو كوانجين إمبراطورا تحت اسم صونغ وكان يعرف الاحتمالات وأنه سيتعرض للاغتيال ربما في غضون سنة أو عامين فكيف يكسر هذا النمط الروتيني الرهيب وبعد وقت قصير من اعتلائه العرش أمر بإقامة وليمة للاحتفال بالسلالة الجديدة ودع إليها أقوى قادة الجيش وبعد أن أفرضوا في الشراب صرف صونغ الحرس وكل شخص آخر ما عدى الجنرالات الذين شعروا بالخوف من أن يغتالهم بضربة كاسحة ماحقة ولكنه بدلا من ذلك خطبهم قائلا إن اليوم كله ينقضي في التخوف وأنا لست سعيدا على المائدة ولا في فراشي فمن منكم لا يحلم باعتلاء العرش أنا لا أشك في ولائكم ولكن إذا حلث أن قام تابعوكم في غمرة بحثهم عن الثراء والمنصب بفرض الرذاء الأصفر عليكم أكنتم تقدرون على رفضه عندئذ فأعلن الجنرالات وهم سكار وخائفون على حياتهم براءتهم وولاءهم له غير أن صونغ كانت لديه أفكار أخرى إن أفضل طريقة يزجي بها المرء أيامه هي في التمتع بالثروة والشرف في السلام فإذا كنتم مستعدين للتخلي عن قياداتكم فأنا مستعد لتزويدكم بأملاك جيدة ومساكن جميلة حيث تستمتعون بمساراتكم في صحبة المغنين والفتيات وأدرك الجنرالات المذهلون أن صونغ كان يقدم لهم الغنى والأمنة بدلا من حياة القلق والكفاح فقدموا استقالاتهم جميعا في اليوم التالي وتقاعد كنبلاء في الممتلكات العقرية التي منحهم إياها صونغ وهكذا بجرة قلم استطاع صونغ أن يحول قطيعا من الذئاب الصديقة التي كان من المحتمل أن تخونه إلى مجموعة من الحملان الوديعة المطيعة بعيدا عن كل صنطة وعلى امتداد السنوات القليلة التالية استمر صونغ في حملته لتأمين حكمه وفي سنة تسعمائة وإحدى وسبعين ميلادي استسلم له أخيرا الملك اليو ملك ولاية هان الجنوبية بعد سنوات طويلة من التمرد وذهل اليو عندما أعطاه صونغ رتبة ومكانة في البلاط الإمبراطوري ودعاه إلى القصر ليضفي على هذه الصداقة الجديدة بينهما طابعا رسميا يدشنه بالشراب وعندما تناول اليو الكأس التي قدمها له الصونغ تردد خشية أن تكون مسمومة فصرخ إن جرائم تابعكم تستحق الموت بالتأكيد ولكنني أتوسل إلى جلالتكم أن تبقوا على حياة تابعكم إنني لا أجرؤ حقا على تناول الشراب فضحك الإمبراطور صونغ وأخذ الكأس من اليو وشربها بنفسه لم يكن فيها سم ومنذ ذلك الحين صار اليو من أشد أصدقائه الموثوقين ولا أله وفي ذلك الوقت كانت الصين مبعثرة إلى عدد كبير من الممالك الصغيرة وعندما اندحر شيانشو ملك إحدها تلقى الإمبراطور صونغ نصيحة من وزرائه بحبس هذا المتمرد وقدموا وثائق تثبت أنه مستمر في التآمر لقتل صونغ غير أنه عندما جاء شيانشو لزيارة الإمبراطور كرمه صونغ بدلا من أن يحبسه وعطاه صرة أمره أن يفتحها وهو في منتصف الطريق إلى موطنه وفتح شيانشو الصرة في رحلة عودته ووجد أنها تحتوي على الأوراق التي توثق مؤامراته فأدرك أن صونغ كان على علم بخطته المميتة ومع ذلك أبقى على حياته فكسبه هذا الكرم فصار هو الآخر من أخلص أتباع صونغ التفسير يقارن مثل صيني بين الأصدقاء وبين فكي حيوان خطر وأسنانه فإن لم تكن حريصا فسوف تجد أنهم يمضغونك وكأن الإمبراطور صونغ يعرف الفكين الذين وجد نفسه بينهما عندما تسنم العرش كان أصدقائه في الجيش يمضغونه وكأنه قطعة لحم وكان يعلم أنه إذا نجى منهم بطريقة ما فإن أصدقائه في الحكومة سوف يتعشون به ولم يشأ الإمبراطور صونغ أن تكون له خلطة أو علاقة مع الأصدقاء فرشى زملائه الجنرالات بأملاك رائعة وأبقاهم بعيدين عنه فكانت هذه طريقة لخصيهم أفضل من قتلهم مما كان سيجعل جنرالات آخرين يبحثون عن الانتقام لهم ولم يشأ صونغ أيضا أن تكون له علاقة بالوزراء الأصدقاء إذ سينتهي به الأمر على الأغلب إلى شرب الكأس الشهيرة من الشراب المسموم وبدلا من الاعتماد على الأصدقاء استخدم صونغ أعداءه واحدا بعد الآخر فحولهم إلى رعاية موثوق بهم أكثر بكثير من غيرهم فبينما يتوقع الصديق المزيد والمزيد من عطايا الحضوة وتجيش نفسه بالغيرة فإن هؤلاء الأعداء السابقين لم يكونوا يتوقعون شيئا فحصلوا على كل شيء فالرجل الذي يعفي فجأة من الموت في المقصلة هو رجل مليء بالعرفان حقا وسيذهب إلى أقاص الأرض من أجل الرجل الذي عفعا ومع مرور الزمن صار هؤلاء لعداء السابقون أخلص الأصدقاء الموثوق بهم لدى صونغ وستطاع صونغ أخيرا أن يحطم نمط الانقلابات والعنف والحرب الأهلية فحكمت سلالته الصين أكثر من ثلاثمائة عام في خطاب ألقاه إبراهام لانكولين في أوج أيام الحرب الأهلية أشار إلى الجنوبيين باعتبارهم زملاء في الإنسانية ممن هم على خطأ فوبخته سيدة عجوز لأنه لم يصفهم كأعداء لا يمكن التصالح معهم ويجب تدميرهم فرد عليها لانكولين يا سيدتي ألا أدمر أعدائي عندما أجعلهم أصدقائي مفاتيح السلطة من الطبيعي أن ترغب في استخدام أصدقائك عندما تجد نفسك في حاجة فالعالم مكان قاص وأصدقائك يلينون قسوتهم الخشنة وبالإضافة إلى ذلك فإنك تعرفهم فلماذا الاعتماد على غريب عندما يكون لديك صديق قريب منك إن المشكلة هي أنك غالبا ما لا تعرف أصدقائك معرفة جيدة كما تتخيل فكثيرا ما يتفق الأصدقاء على أشياء لكي يتجنبوا نزاع فهم يغطون سفاتهم الكريهة كي لا يهين أحدهم الآخر ويضحك كل منهم بشدة من نكة الآخر وبما أن الصداقة نادرا ما يقويها الإقلاص فإنك قد لا تعرف أبدا كيف يشعر الصديق بالفعل فقد يقول لك الأصدقاء إنهم يحبون شعرك ويعبدون موسيقاك ويغبطونك على ذوقك في الملابس وقد يقصدون ذلك ولكنهم على الأغلب لا يقصدونه فعندما تستأجر صديقا فإنك تبدأ بالتدريج في اكتشاف الخصال التي أخفاها أو أخفتها ومن الغريب حقا أن عمل العطف الذي بادرت إليه هو الذي يحدث الخلل في توازن كل شيء إذ أن الناس يريدون أن يشعروا بأنهم يستحقون حظهم الطيب وقد يصبح تلقيهم للمعروف شيئا ضاغطا خانقا فمعنه أنك تقول للصديق لقد وقع الاختيار عليك لأنك صديق وليس بالضرورة لأنك مستحق ويكاد يكون هناك شيء من التنازل في عملية استئجار الأصدقاء يجرحهم ويؤذيهم ويخرج الأذى إلى العلن ببطة فيبدو قليل من الإخلاص الزائد تليه ومضاط من الغضب والحسد هنا وهناك وقبل أن تعرف ما الذي يجري تتلاشى صدقتك وكلما زادت أعمال المعروف والهدايا التي تقدمها لإحياء الصداقة قل العرفان الذي تتلقاه وعدم العرفان له تاريخ طويل وعميق وقد ظهرت آثار قوته على امتداد قرون عديدة إلى درجة أنه بات من المذهل أن يستمر الناس في التقليل منها إن من أفضل لك أن تكون على حذر فإن لم تتوقع أي عرفان من صديق فإنه سيبدو لك من المفاجآت الصارة أن تجد لدى الأصدقاء عرفانا والمشكلة في استخدام صديق واستئجاره هي أن ذلك سيحد من سلطتك حتما فالصديق نادرا ما يكون أكثر الناس قدرة على مساعدتك وفي خاتمة المطاف فإن المهارة والكفاءة أهم بكثير من المشاعر الودية فميكايل الثالث كان لديه تحت أنفه مباشرة رجل كان بإمكانه أن يوجهه بشكل صحيح ويبقيه حيا وكان ذلك الرجل هو بارداس إن كل أوضاع العمل تتطلب نوعا من المسافة الفاصلة بين الناس فأنت تحاول أن تعمل لا أن تكون صدقات والصداقة حقيقة كانت أم مزيفة لا تفعل شيئا سوى تمصي هذه الحقيقة فمفتاح السلطة إذن هو قدرتك على أن تحكم من هو أقدر الناس على ترويج مصالحك في الأحوال كلها احتفظ بالأصدقاء للصداقة ولكن اعمل مع المهرة والأكفاء أما أعداؤك من الجهة الأخرى فهم منجم ذهب بكر لم يمس وعليك أن تتعلم كيف تستغله عندما أدرك تاليران وزير خارجية نابليون في سنة 1807 أن رئيسه يقود فرنسا إلى الخراب وأن الوقت قد حان للانقلاب عليه فهم أختار التآمر على الإمبراطور فكان بحاجة إلى شريك يتحالف معه في التآمر فبأي صديق يثق في مثي هذا المشروع اختار جوزيف فوشيه رئيس الشرطة السرية وأكره أعدائه لديه والرجل الذي حاول أن يعرض تاليران للاغتيال وكان تاليران يعرف بأن كرهيتهما السابقة ستخلق فرصة لمصالحة عاطفية وكان يعلم أن فوشيه لا يتوقع منه شيئا وأنه سيعمل ليثبت أنه جدير باختيار تاليران فالشخص الذي لديه شيء يجتهد لإثباته سيزيح الجبال لأجلك وأخيرا كان يعرف أن علاقته مع فوشيه ستكون قائمة على المصلحة الذاتية المتبادلة ولن تلوثها الأحاسيس الشخصية وثبت أن هذا الاختيار كان كاملا فعلى الرغم من عدم نجاح المتآمرين في إسقاط نابليون فإن اتحاذ مث هذين الشركين القويين ولكن غير المحتملين قد ولد كثيرا من الاهتمام بقضيتهما فبدأت المعارضة للإمبراطور تنتشر ببطء منذ ذلك الحين فصعيدا كان لدى تاليران وفوشيه علاقة عمل مثمرة فحاول أن تدفن خلافاتك مع عدوك كلما سطعت وتوخى أن تتعمد أن تضعه في خدمتك وكما قال لينكولين فإنك تدمر عدوا عندما تحوله إلى صديق ففي سنة 1971 أثناء الحرب البيتنامية كان هنري كيسينجر هدفا لمحاولة خطف فاشلة في مؤامرة تورط فيها بين آخرين الأخوان بيري غان وهما قسسان اشتهرا بنشاطهما في معادات حرب فيتنام وأربعة قصاوس كاثوليكيين وأربع راهبات فقام كيسينجر بشكل خاص وبدون إعلام مخابرات وزارة العدل بترتيب لقاء صباح يوم سبت مع ثلاثة من الخاطفين المزعومين وشرح لضيوفه أنه سيخرج معظم الجنود الأمريكيين من فيتنام بحلول منتصف سنة 1972 فسحرهم سحرا كاملا فعطوه بعض أزرار عملية خطف كيسينجر وظل أحدهم صديقا له على مدى سنوات وزاره في عدة مناسبات ولم تكن هذه حيلة أو خدعة تمارس مرة واحدة بل إن كيسينجر جعل من سياسته أن يعمل مع الذين لا يوافقونه الرأي وعلق زملائه على ذلك بالقول إنه ينسجم مع أعدائه أفضل ما يفعل مع أصدقائه فبدون أعداء حولنا نصبح كسالة ووجود عدو في عقابنا يشحذ فطنتنا ويحافظ على تركيزنا ويقضتنا وإذن فإن من الأفضل أحيانا استخدام الأعداء كأعداء بدلا من تحويلهم إلى أصدقاء أو خلفاء وكان موسي تونغ يرى الصراع كمفتاح لتوجهه نحو السلطة وفي سنة 1937 غزى اليابانيون الصين فقاطعوا الحرب الأهلية التي كانت دائرة بين الشيوعيين من أن يمحقهم اليابانيون فتبنوا فكرة ترك الوطنيين يقاتلون وحدهم اليابانيين واستخدام الوقت ليتعافوا ويستجمعوا ولم يوافق ماو فاليابانيون لا يمكنهم أن يدحروا ويحتلوا بلدا شاسع المساحة كالصين مدة طويلة وعند مغادرتهم سيكون الشيوعيون قد صدئوا إن كانوا قد خرجوا من القتال سنوات عديدة وليكونوا من مهيئين جيدا لإعادة فتح النضال مع الوطنيين بل إن قتال عدو رهيب كاليابانيين سيكون تدريبا كاملا لجيش الشيوعيين الرث المتداعي وتم تبني خطة ماو فنجحت وعندما تراجع اليابانيون في خاتمة المطاف كان الشيوعيون قد كسبوا خبرة قتالية مكنتهم من هزيمة الوطنيين وبعد ذلك بسنوات حاول زائر ياباني أن يعتذر إلى ماو عن غزو بلده للصين قاطعه ماو أليس من واجبي أن أشكرك بدلا من ذلك وأضح أن المرأة أو المجموعة من الناس لا يمكن أن يصبح أو يصبحوا أقوياء بدون خصم ذي جذارة وكانت هناك مكونات هامة عديدة لخطة ماو البعيدة المدى أولها أن عليك أن تكون واثقا من خروجك منتصرا على المدى البعيد فلا تختر قتالا مع من أنت غير متأكد من قدرتك على دحره فقد كان ماو يعرف أن اليابانيين سيهزمون في الوقت المناسب وثانيا إن لم يكن لديك أعداء ظاهرون فإن عليك أحيانا أن تضع لنفسك هدفا حتى ولو حولت صديقا إلى عدو وقد استخدم ماو هذه الوسيلة مرة بعد أخرى في السياسة وثالثا استخدم مثل هؤلاء العداء لتحديد أهدافك على الملأ في وضوح أكبر بل حتى وضعها في إطار نضال الخير ضد الشر فقد شجع ماو خلافات الصين مع الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة ذلك أنه كان يعتقد أنه بدون أعداء واضحين محددين فإن شعبه سيفقد الإحساس بمعنى الشيوعية الصينية فالعدو المحدد بدقة حادة هو حجة لجانبك أقوى بكثير من كل الكلمات التي يمكنك تجميعها معا وإياك أن تجعل وجود الأعداء يقلقك أو يضايقك فعندما يكون لديك خصم معلن معروف أو اثنان فإنك ستكون أفضل حالا بكثير مما لو كنت تجهل مكان أعدائك الحقيقيين إن رجل السلطة يرحب بالنزاع مستقدما أعداءه لتعزيز سمعته كمقاتل ثابت القدمين يمكن الاعتماد عليه في أوقات القلق ونعدام اليقين صورة فكاء عدم العرفان إن معرفتك بما سيحدث إذا وضعت إصبعك في فم الأسد سوف تجعلك تبقى بعيدا ومع الأصدقاء ليكون لديك مثل هذا الحذر فإذا استأجرتهم فسوف يأكلونك حيا مع عدم الشعور بالعرفان الشاهد أعرف كيف تستخدم أعدائك لفائدتك الخاصة إن عليك أن تتعلم ألا تمسك بالسيف من نصله الذي سيجرحك بل من مقبضه الذي يسمح لك بالدفاع عن نفسك فالرجل العاقل يستفيد من أعدائه أكثر مما يستفيد الأحمق من أصدقائه بيلثازار غرسيان 1601-1658 الانقلاب رغم أن من الأفضل أن لا يخلط المرء العمل بالصداقة فإن هناك أوقات يمكن فيها استخدام الصديق بفعالية أكبر من استخدام العدو كبش فداء مناسب وهذا السقوط لصاحب الحظوة خدعة طالما استخدمها الملوك وأصحاب السلطان إذ يتركون أقرب الأصدقاء في بلاطهم يتعرضون للسقوط بسبب غلطة مدام عامة الناس لا يريدون أن يصدقوا أنهم يضحون عمدا بصديق من أجل هذا الغرض وبالطبع فإنك بعد لعب هذه الورقة تكون قد خسرت صديقك إلى الأبد فمن الأفضل إذن الاحتفاظ بدور كبش الفداء لصديق مقرب منك ولكنه غير لصيق بك أو وثيق لديك وأخيرا فإن مشكلة العمل مع الأصدقاء هي الخلط بين الحدود والمسافات التي تطلبها العمل ولكن إذا كان الشريكان في هذا الترتيب متفهمين للأخطار التي ينطوي عليها فإن الصديق غالبا ما يمكن استخدامه بفعالية عظيمة وعليك أن لا تتخلى عن حذرك وحرصك في مشروع كهذا على أي حال وابحث دائما عن أي علامات على اضطراب عاطفي كالحسد وعدم العرفان فلا يوجد شيء مستقر في ميدان الصنطة وحتى أقرب الأصدقاء يمكن تحويلهم إلى أسوأ الأعداء القانون ثلاثة جميع الحقوق محفوظة للقناة Audio Books Arabic